سقطت الجوف فلاذت الشرعية بالصمت وكأن ما يحدث في البلاد خارج حدود الانتماء أو لكأن نفيها لنفسها في قصور وفنادق الرياض نفى عنها المسئولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية فراح بعض من رجالها يسوقون الأعذار والمبررات ويتراشقون بالاتهامات أما رأس السلطة اليمنية فما زال في محراب الصمت وخارج نطاق الفاعلية والتأثير يتفاقم الخطر وتسقط المدن المحررة جنوبا وشمالا تأخذ الإمارات ما تشاء ومثلها تفعل السعودية ومثلهما معا تكسب ميليشيا الحوثي وأمام هذا كله يتعاظم عجز الشرعية وخذلانها للمقاتلين في الميدان حتى بات كثير يتساءل في صف من نقاتل ولا أمر من سؤال الخذلان يجيب آخر في قاموس الحرب وعرفها الهزيمة واردة كما الناصر لكن أن تكون الهزيمة حدثا عابرا لا يستوقف السلطة حتى بتصريح أو شحذ لبندقية فذكى ما ليس من العرف أن تصبح الهزيمة عقيدة للقادة وعادة لدى الشرعية فهي مدعاة للتساؤل ماذا بعد الجوف كان من الأحرى طرح سؤال آخر وهو لماذا سقطت الجوف على سبيل النقد والمراجعة وترتيب الأوراق بل كان من الأحرى تحركا جادا لسعادة ما فقد في معركة ما زال باردها في أنوف المقاتلين لكن حالة الصمت تلك ومعها الأجندة الواضحة لتحالف الشركاء الأعداء أحال الكثير من اليمنيين إلى حالة من عدم اليقين والشك بجدوى بقاء السلطة الشرعية على رأس أمر البلاد